السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صدق الله العظيم سكرة الموت ماذا اكتشف العلماء عن اللحظات التي يفارق فيها الإنسان الحياة لحظات سيعيشها كل واحد منا كما يقال هذا هو حال الدنيا نأتي إليها بلا شيء ثم نقاتل من أجل كل شيء ثم نترك كل شيء ونذهب بلا شيء ثم نحاسب على كل شيء حديثي اليوم عن دراسة علمية حول مرحلة من أهم المراحل وهي تخيف البعض غير المضمئنين وهي سكرة الموت التي هي مرحلة الانتقال من الحياة إلى الموت هناك أشخاص اقتربوا من هذه اللحظة وهي تجربة الاقتراب من الموت وعادوا بعدها إلى الحياة هؤلاء تحدثوا عن تجاريبهم المختلفة ماذا شعروا وماذا رأوا في هذه اللحظة عندما اقتربوا من الموت فهم عندما غابوا عن الدنيا والوعي وكانوا في حالة غيبوبة هم تذكروا مواقف كثيرة من حياتهم بعضهم تحدث عن رؤية ضوء في نفق وبعضهم تحدث عن رؤيته وإحساسه بالطفو فوق الجسد والبعض الآخر تحدث عن رؤية مراحل عاشوها في حياتهم كفيلم سريع سبحان الله جميعنا سنرى أعمالنا حاضرة يوم القيامة أمر عظيم وحقيقة خطيرة ومذهلة هي لحظة خروج الروح هذا الأمر أذهل العلماء والباحثين استطاع الأطباء والباحثون أن يقوموا بتصوير نشاط دماغ الإنسان بواسطة جهاز الرنين المغناطيسي لحظة خروج الروح وهي ما تعرف بسكرة الموت تم ذلك عام 2022 في جامعة لونيفيل في الولايات المتحدة الأمريكية وتم رصد نشاط الدماغ لإنسان لحظة الموت الأطباء لاحظوا الأمر المذهل والحقيقة المهيبة وهي أن هذا الإنسان وهو يحتضر ويفارق الحياة ويتوقف قلبه هذا الإنسان يستمر دماغه بالحياة بعد الموت صور الدماغ بعد توقف القلب وبعد الموت كانت خطيرة ورهيبة حتى أن الباحثين وصفوها بالمرعبة الفريق الطبي قال أن حياة الإنسان تمر أمامه في لحظة الموت وما بعد الموت وشهد الأطباء والباحثون في صور الدماغ منطقة متوهجة في الدماغ للشخص الذي توفي وهي منطقة التذكر منطقة التذكر والذكريات وعبر الأطباء عن أن الشخص المتوفي كان في حالة وعي شديد وأن حياته لم تنتهي بتوقف القلب قوله تعالى يوم يتذكر الإنسان ما سعى نعم سيتذكر الإنسان كل شيء الأطباء والباحثون أكدوا من خلال هذه الدراسة أن الشخص المتوفي وفي لحظة الموت وخروج الروح يطلق دماغه موجات اسمها موجات جامة بمستوى عال مرتبط بالوعي وهي نفسها الموجات التي يطلقها الجنين في بطن أمه في اليوم 42 من الحمل أي مع اكتمال الأسبوع السادس وهذه الموجات موجات جامة تدول على أن الإنسان في حالة تذكر وحالة وعي هذا يعني أن الشخص المتوفي الشخص الميت يتذكر وهنا وقع الأطباء والباحثون في حيرة ماذا يتذكر هذا الميت بعد موته وقالوا إن هذا الشخص المتوفي الشخص الميت توقف قلبه عن النبض لكن ما زال دماغه مستمرا بالحياة بعد الموت وهذا ما جاء في قوله تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد هذا الشخص الميت يبصر ما لا نبصره نحن ويسمع ما حوله ويرى ما لا نراه قوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون ويأتيه جواب الله قوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها هذا الإنسان الميت ينتقل من حياة إلى أخرى وفي لحظة الموت وبعد توقف قلبه دماغه لا يتوقف عن الحياة وهو يبصر ويرى ويتذكر ويسمع فهذا الميت وفي هذه اللحظة ما يريحه هو سماع كلام الله هو يرتاح ويأنس بسماع الدعاء ورؤية من يحبهم ويحبوه يقومون بذلك وأن يتعاملوا معه برفق ومحبة وفي دراسة أمريكية أيضا على دماغ الميت أكد الأطباء والباحثون أن خلايا الدماغ تنشط بعد الموت وتصبح أكبر حجما وقالوا تماما وبالحرف عندما يموت الإنسان تظهر موجات دماغه بنفس الطريقة التي تظهر بها أثناء التذكر وأثناء استدعاء الذكريات والتأمل لأحداث من حياته ويبقى دماغه نشطا ومتناسقا أثناء مروره من الحياة إلى الموت إلى ما بعد الموت إذن هذه الدراسة العلمية أيضا تؤكد أن الميت يتذكر مواقف من حياته ويطلق دماغه موجات جاما والتي تمثل حالة الوعي الشديد عند الإنسان ويرى أشياء نحن لا نراها ويبصر ويسمع ويتذكر نعم سيرى الإنسان مقعده بحسب أعماله وعلينا أن نستعد لهذا الموقف العظيم ولهذا اليوم العظيم دراسة أمريكية أخرى عام 2018 أكد فيها الأطباء والباحثون أنه في لحظة الموت وعندما يتوقف القلب عن الخفقان ويتوقف تزويد الخلايا العصبية بالأكسجين فإن الخلايا العصبية في الدماغ تبدو وكأنها تشعر بمشكلة فتقوم بتخفيف استهلاك ما بقي من مخزون الطاقة لديها ويستمر ذلك لمدة ثلاث دقائق وخلال هذه المدة وفي غياب الأكسجين تبقى الخلايا العصبية سليمة ومخزون الطاقة ينخفض رغم نقص النشاط العصبي ويصل إلى مستوى خطير وبعد ذلك يحدث انفجار مفاجئ وموجة مفاجئة داخل الدماغ وتبدأ الخلايا العصبية المتعبة والمصابة بالإجهاد تبدأ بالعمل بسرعة وبنشاط كبير وكثيف وبنفس التوقيت وتستمر عدة دقائق بعد ذلك تطلق هذه الخلايا العصبية مواد سامة تجعلها تموت تدريجيا ويحدث بعد ذلك ما يسمى الموت الدماغي والتي عبرت الدراسة عنه بأنه ليس أمر آني إنما يسبقه نشاط عصبي كثيف ومفاجئ وهذا يدل على أن الشخص الميت يبصر ويرى أمورا خارقة لم يعد أحد من الموت كي يخبرنا تماما ماذا حدث معه وماذا رأى وماذا سمع وماذا شعر وبهذا فإن سكرة الموت ستبقى بالنسبة لنا سؤالا محيرا لدى البعض جوابه في قوله تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء وارحم آباءنا وأمهاتنا وأحباءنا وأعزاءنا ربنا اغفر لنا ما قدمنا واهدنا إلى ما تحب وترضى وأحسن خاتمتنا واجعلنا من الذين قلت فيهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمين اللهم آمين أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته